تنديداً بممارسة العنف الجسدي على نواب الكتلة الديمقراطية أعلنت النائبة في البرلمان التونسي والقيادية في حزب تيار الديمقراطي سامي عبو الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجاً على عنف رئيس البرلمان راشد الغنوشي داخل المؤسسة التشريعية على حد وصفها النائبة سامي عبو أوضحت في بيانة أنها أقدمت على هذه الخطوة على خلفية تجاهل الغنوشي إصدار بيان يندد بالعنف ومرتكبيه عقب حادثة الاعتداء التي شهدها باو البرلمان في السابع من كانون الأول ديسمبر الماضي النائبة التونسية قالت أن نواب كتلة اتلاف الكرامة حليف حركة النهضة أقدموا على ممارسة العنف الجسدي بحق نواب الكتلة الديمقراطية وتهديد المخالفين لهم وهو ما تسبب في إصابة أحد النوم واتهمت نائبة سامي عبو الغنوشي بتبنيه سياسة العنف التي ينتهجها حليفه كتلة اتلاف الكرامة لدى خصومه ومعارضيه السياسيين وتشريعه لهذه الثقافة داخل مؤسسات الدولة العليا محاضرة من خطورة هذه الممارسات على سير العمل داخل هذه المؤسسة التشريعية ومنذ الثامن من كانون الأول ديسمبر دخلت الكتلة الديمقراطية التي تضم نوابا من حركة الشعب والتيار الديمقراطي في اعتصام مفتوح داخل مقر البرلمان لمطالبة الغنوشي بإصدار بيان يدين العنفة وعقد جلسة عامة في الغرض ذاته لكن مطالبها قُبلت بالتجاهل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر